الملف الليبي في شقيه السياسي والميداني يشهد إنعاشاً دولياً من النيتو وفي كواليس الجمعية العامة للأمم المتحدة في السياسة وفيما اعترف الاتحاد الافريقي بالمجلس الوطني الانتقالي دع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ختام المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا وأضاف أمام اجتماع أصدقاء ليبيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الليبيين يكتبون اليوم فصلاً جديداً من حياة أمتهم وكان أوباما التقى قبيل الاجتماع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل الذي أكد بدوره أن أكثر من 25 ألف شخص قتلوا في ليبيا خلال الانتفاضة الشعبية وجرح 50 ألفاً آخر وشكر عبدالجليل المجتمع الدولي على مساعدته ليبيا متعهداً أن تكون محاكمة أعضاء نظام القذاف عادلة وفي الإطار عينه دعا رئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الليبيين إلى تحليب الشجاعة من أجل الصفح مشيراً إلى أن الخبر السار الوحيد في الوقت الراهن هو الثورات العربية في الميدان يواصل الثوار الليبيون معاركهم مع قوات العقيد معمر القذافي في معاقله الأخيرة حيث يعتقد أن بعض أبنائه يختبئون فيها أي سرت وسبها وفي بني وليد حيث يبدي مقاتل القذافي مقاومة عنيفة ويتراجعون الثوار أكدوا أن قوات القذافي تتخذ المدنيين دروعاً لذلك يعمدون إلى التقدم ببطء وفي شكل آمن كما أحكموا توقهم على السرت وهم يحاولون خصوصاً ضمان أمن الشوارع الرئيسية لسماح للمدنيين بمغادرة المدينة فيما سيطروا على المناطق القريبة منها وفيما شهدت مدينة بني وليد كراً وفراً ومعارك ضارية أكد مقاتلو الانتقالي أنهم يسيطرون على مجمل مناطق سبهة من جهته وصف زعيم الليبي الفار معامر القذافي الأحداث الجارية في ليبيا بأنها مهزلة أما التشدق بالإطاحة بنظام الجذافي هذا مدعاة للضحك ومدعاة للسخرية بأصحابه ولا تصدقوا بأن هناك نظاماً وهناك نظام فرض على الشعب الليبي بالقص الجوي والبحري هذه مهزلة شرعيتها معلقة في الجو مع قنابل طائرات الناتو التي لن تدوم وكانت منظمة العفو الدولية نددت بموقف الاتحاد الأوروبي البغيض في أزمة اللاجئين على الحدود الليبية كما قالت وحدت أعضاءه على معالجة الوضع المتفاقم بطريقة عجلة من خلال فتح حدودها اشتركوا في القناة